طبعاً بنبارك لحضرتك طبعاً وعايزنا نعرف في البداية شعورك بقى لما عرفت أن أنت هتكون يضم الفريق التحكيمي في أولمبياد باريس طبعاً امبسطت جداً لأن الموضوع مش سهل قوي بيبقوا نفسها جمدة علشان مين يروح للأولمبيج جيمز أزاد جوج زي بظبط اللاعبة فلما جالي الترشيح كنت سعيدة جداً جداً لأن أي حاكم عشان يوصل للبوزيشن ده بيبزل مجهود كبير قوي قوي لأنه قدامه عدد كبير من الحكام الدوليين اللي بكلهم بيحاولوا وصولوا نفس البوينت فإنك توصل للأولمبيج جيمز هذا هو حاج كوي سعب طب كابتن إيمان خليل نبتدي كده من البداية شوية إحنا ما كاننا إيه في الأوتربالي أو في الصباحة التوقعية كلعيبة، كمدربين، كحكام، كالتحاد احكي لي بقى قصة كلها عشان نعرف إحنا إزاي موجودين في باريس عشرين أربع عشرين نبتدي من 1984 السيدة سوفي صررت الله يرحمها هي أول واحد رجعت السباحة الفنية أو سباحة توقعية لمصر وشاركنا في أولمبياد لوس انجلس في 84 وأنا كنت في الأولمبيج جيمز دي المدربة بتاعت الفريق كبرت وبدأنا نعجز وننتجل التحكيم دائماً شباب ودايماً متعلقة شكراً الفريق المصري من 1984 هو بينافس بيعتبره المؤهل الأفريقي يعني إحنا أحسن بلد في أفريقيا، صوت أفريقيا بتعمل اللعبة في كذا بلد عربي بتعملها إحنا نمبر ون، فتأهيل أفريقي ده بداية مركزنا الدولي بيتطور بشكل، بخطوات واسعة جداً جداً شاركنا السنة دي في الأعداد الأولمبي بتاعنا في ثلاث بطولات عالم آخر بطولة عالم نزلناها جبنا في أحد، إحنا عندنا كذا مسابقة جبنا في أحد المسابقات المركز الخامس على العالم كسبنا دول كبيرة كثير قوي إحنا تأهلنا للأولمبيج جيمز كفريق كمنتخب مصري من فوكوكا في اليابان في الثلاثة عشرين، ثلاثة وعشرين قدرنا في بطولة العالم اللي في مصر نجيب السيلفر مادل داري الفضية الفضية في بطولة الفريق الحر إحنا بننفس نفسنا، أوكي؟ المؤهلين الأولمبيج جيمز في اللعبة دي هم عشر فرق فقط إحنا كنا داخلين على المركز الثامن لما تأهلنا هدفنا الكبير قوي كمصريين إحنا نوصل للمركز السابع ونكسب أحد الفرق مش عايزة أقول اسمها عشان أنا حاكم دولي على فكرة بخلي بالي قوي دلوقتي لما أعمل أي بوست عشان أنا موتر المفروض عظيم إني ما بقاش متحيزة لمصر عشان قمت يعني فمصر يعني خطواتها في التطور كبيرة جدا جدا وجودها قوي كلاعبات وكحكام إحنا عندنا كمصريين اتنين جودج اي وإحنا عندنا كاتيجوريز جودج اي و جودج جي إحنا عندنا اتنين مصريات منال حسن شاركت في الأوليمبياد بتاع توكيو من مصر وبرده كانت ممتازة وإن شاء الله همثل مصر في الأوليمبيك جيمز دي اشتركوا في القناة